طيب بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ بقى الجزء التاني من محاضرة بتاعة النهاردة وهو احنا خدنا المرة اللي فاتت اخدنا الكوليستريديوم واخدنا الكوليستريديوم تيتاني. دلوقتي هنبدأ مع نوع التالت وهو الكوليستريديوم بوتيلينيوم. Il 이쁘 احنا احنا كلنا عارفينه. بالزات احنا واخنا عاديين في مصر كده هو. بيجي منين الكوليستريديوم بوتيلينيوم? которое يدى اولا برضو موجود في السويل. احنا قلنا عندك في السويل. قلنا عندك في السويل. ده نفس الكلام موجود في السويل. بس اللي زاد عليه ده بقى ان دوت موجود في يعني موجود في المية بتاعة البحر. لذلك ممكن تلاقي السمك. السمك بيكون موجود فيه موضوع بتاعة آآ بوتيلينيوم. برضو نفس الكلام يقول لك ان الطيور ممكن يبقى عندها نفس الكلام. يبقى آآ متصابة بيه الكوليستريديم آآ آآ بوتيلينيوم. طب ليه يا دكتور قالك ما الطيور دي ما هي بتاكل سمك في الاساس. يعني هي بتاكل سمك. ومش عندها اساسي. بس هي قريدي الطيور غالبيتها بينزل ياكل سمك والكلام ده كله. فبالتالي برضو ممكن يتصاب بموضوع الكوليستريديم آآ آآ بوتيلينيوم. طيب. يبقى ده كده السورس بتاعه. طبعا احنا في مصر عندنا موضوع اشهر حاجة عندنا احنا ايه الفيسيخ والرنجة والكلام ده كله. يقول لك ان موضوع مسلا الفيسيخ. الفيسيخ دوت آآ بيتعفن ازاي او ايه اللي بيحصل له هو اساسا لما بيتعمل بيتعمل بالتعفن. تمام? بيحطوه في برميل زي انتو شايفين كده هو تخشب وبعد كده يحطه عليه ملح وبعد كده يفروب اصدير. طب فانت لما قفلت كده هو لما قفلت عليه خليت الايه? خليت السمك دوت بقى آآ بمعنى صح في ظروف لا هوائية. فلو في اي سبورز ولا اي حاجة قد بتري يحصل جرمينيت. وعايزك تبقى فاهم حاجة. تشخيص الكوليستيريديم بيتولينيوم يعني بتعرف به منظمة الصحة العالمية. لانه يعتبر اندميك. تمام? طيب. فاحنا دلوقتي من ضمن الحاجات بتاعة الكوليستيريديم آآ بوتولينيوم انه هو بيفرس توكسنز آآ شديدة. توكسنز جديدة جدا. تصنف من اي لحد جي. توكسن اي بي سي لحد جي. بس اللي يهم حضرتك اللي ليه اللي هو توكسن اي ان بي ان دي اي. تمام? ايه اللي بيحصل? كنت انا شرحت لك في في الاخر كده في محاضرة امبارح وانحنا بنهنك خالص كده هو. آآ قلت لك ان احنا عندنا في الكوليستيريديم تي تاني في الكوليستيريديم تي تاني كان بيحصل آآ آآ مستمر. وانت فاكر ليه? افكرك تاني. لان المفروض قلنا في 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 الكوليستيريديم تيتاني كان بيتفرز التيتانوس بسمين دوت بيبتدي يوقف بتاعة الاسيطائي الكولين. فالاسيطائي الكولين ده بيفضل يعمل ايه? بيفضل يعمل للعضلات. فيفضل ايه? الجسم كله حاصله طيب. تعالى بقى هنا في الكوليستيريديم بوتيرينيوم. ايه اللي بيحصل? العكس. يعني ايه العكس? يعني هنا الكوليستيريديم بوتيرينيوم بيوقف بيوقف التوكسن بتاعه. بيوقف مين? بيوقف الاسيطائي الكولين نفسه. اللي هو مسؤول عن ايه? اللي هو مسؤول عن ايه? عن شد الجسم. فبالتالي ايه اللي بيحصل? الجسم بيبقى في حالة استرخاء كامل. في حالة استرخاء كامل. يعني مش قادر يرفع ايده. تلاقيه آآ وصل لمرحلة من المراحل الشلل. فيما يورب بالفلاسيد باراليسس. تمام? بالفلاسيد باراليسس. يبقى هنا الميكانيزم بتاع البوتيرينيوم عكس الميكانيزم بتاع الكوليستيريديم آآ تيتاني. تمام? طيب. آآ الناس بقى العلماء والناس دي ام قال لك ايه? قال لك ما احنا طالما هو بيعمل شد كده هو طالما هو قصدي بيعمل استرخاء وبيريح الاجزاء المجدودة. فهم ام قال لك ايه? قال لك احنا ناخد السم السم بتاع الكوليستيريديم ده. ويه نحقن بي البشرة. نحقن بي البشرة. فيخليها ايه? فيخليها بدل ما هي مجعادة والكلام ده كله يخليها ايه? ترتاح كده هو. الصوت بيقطع يا دكتور. النظارة والسلام ده كله. الصوت بيقطع? لا الصوت تمام. لا كويس. تمام. طيب. فيخلي فيخلي الوش كده هو تيبتدي يرجع له النظارة بتاعته وما بيبقاش ايه? مجدود زي ما انتم شايفين في الصورة. في ما يعرف بايه? بالبوتوكس. ما هو كلمة بوتوكس دي معناها ايه? بوتوكس. البول اولانية دي اختصار لبوتولينيوم. والتيكس هي توكسن. بوتولينيوم توكسن. تمام? فهم ما بيستعملوها لهذا الغرض. طيب. بعد كده خلاص ده الميكانيزم اللي انا كنت بقول لك عليه. وانت كده عرفته بسهولة. طيب. ايه بقى الامراض اللي المفروض بيعملها الكلستيريديوم بوتولينيوم. تمام? الكلستيريديوم بوتولينيوم بيعمل بوتيوليزم. تمام? بيعمل البوتيوليزم. طيب. زي ما مسلا الكولستيريديوم تيتاني بيعمل ايه? بيعمل التيتانوس. طلاص? وانت فهمت ده وفهمت ده. اللي بيحصل? قال لك البوتوليزم دوت في منه نوعية. في نوع اسمه ونوع بتاع الاطفال. تمام? نبدأ بالكلاسيكال. الكلاسيكال ده طبعا هنا بيجي لك طبعا الكولستيريديوم بوتولينيوم عن طريق الفود. تيجي تاكل حاجة فيها الاسبور. تيجي تاكل حاجة فيها الاسبور. يبتدي يخش جوه الجسم خلال من اتناشرة لستة وتلاتين ساعة. يبتدي الجسم كله آآ آآ يظهر عليك الاعراض. ولكن خد بالك ان بتاعت دوت عالي. يعني لو ما تلاحقتش بالانتي توكسن على طول مش هنستنى المعمل ان هو يحلل. لذلك انه قد في الجزء بتاع المعملي قليل. تمام? فانت هي نوت ايه? الدكتور نفسه بيدي على طول الانتي توكسن على طول علشان يلحق الراجل المريض آآ آآ ده. طب ده الكلاسيكال. الجزء اللي بعد كده هو الاطفال. الاطفال. الاطفال بيكون عندهم آآ خصوصا ان كلام ده حاصل في في اليونيتي ستيتس. ليه? احنا مسلا كعرب يعني عندنا الستة ربنا بيكرمها وبتولد بتقعد في البيت اربعين يوم ولا تلات شهور مسلا زي مصر ولا اربعة شهور وبعد كده يا حد ما تربي الوقت كده وتخليه صحته حلوة ما شاء الله وتنزل الشغل. قال لك لا ده هناك في امريكا يا دوبك يا نوت تولده الاسبوع التاني ينزلوها الشغلة على طول. طب الوقت اللي قاعد لوحده دوت ايه اللي بيحصل له يعني? قال لك الوقت ده هو بياخد بياخد مكملات. من ضمنها العسل. في فترة من الفترات كان الكابسولات او دي كانت ملوسة بتاعة الكوليستيريديام بوتولينيام. فبتعمل حاجة اسمها الفلوبي بيبي سندروم. تلاقي ان الوقت كده هو تماله مرخي خالص. تيجي تشد ايده ما يقومش معاك. تيجي مثلا وهو بيرضع من والدته ولا حاجة بيعمل ساكشن كوة الساكشن بتاعته ضعيفة. فدوت ممكن يسمى الامفانت بوتوليزم. في حاجة اسمها الامفانت بوتوليزم وده النوع التالت دوت بيجي بقى للناس اللي هي يعني بتتعاطى المخدرات وبستعمل نفس السرينجة والكلام ده كله برضو ممكن يكون دي من الانتقال من حاجة لحاجة وتلوصها وقلت لك ان هو موجود في السويل برضو ممكن يكون سبب ان هي تخش على الدم على طول. طيب ده كده كان بالنسبة للجزء اللي خاص بالتشخيص. نيجي للجزء العملي. الجزء العملي بتاعك يا دكتور هنا هوت اول حاجة بيقول لك يا رو. بابليك هيلس لازم او بمعنى بابليك هيلس لازم يكون عارفين ان المكان الفلاني في بوتيليزم حاصل فيه المرض ده علشان ده صراعان ما بينتشر في كل حاجة. تمام? ولانه هناك ما بيقفش عشان توقف المرض دوت لازم تتخلص من السورس تعملو يعني لو في محل في سيخ هو اللي سبب في الموضوع دوت لازم تقفل محل في سيخ ده. وتقول ان كل الناس اللي كانت من المكان دوت يتجهوا على طول آآآ لي مثلا مركز السموم ياخدوا اللقاح آآ بتاعهم. طيب فلزلك بيقول لك احنا بابندورش يا دكتور على كروستريديا بوتيلينيا. اوما بيعمل ايه? قال لك احنا بندور على التوكسن. يقول لك احنا مثلا ما بناخد بنحلل العينة بنحلل عينة فود. وبنحلل الفيسز اند السيرام. السيرام ده وبقى توديمونستريت التوكسن. تمام? توديمونستريت التوكسن. طب شكل بقى شكل الكولستريديا بوتيلينيا بيكون ايه? اول حاجة معروفة. موطيل. رد عليها في السؤال ده سريعا. مين الميكروب لحد دلوقتي اللي انا ذكرتهم لك من الكولستريديا? نان موطيل. تاني واحد. لا اول واحد. ايوة الكولستريديا بيرفرينجانس. الكولستريديا بيرفرينجانس. ركز عشان دي مهمة. تمام? يبقى الكولستريديا هو الوحيد اللي نام موطيل. بيقول لك بوليومورفيك. اه وبيكون عنده سب تيرمينال سبور. سؤال تاني لحضرتك. مين الميكروب اللي انا قلته لك من الكولستريديا بيكون عنده تيرمينال سبور. لا تمام. التيتانس. تمام? يبقى اللي عنده تيرمينال سبور هو التيتانس. دي مواضع اسئلة. ركز فيها. طيب. بعد كده نيجي نتكلم على الميديا الجميلة بتاعتنا اللي هي الاكتوز ايجيوك ميلك ميديا. وقلت لك ان الميديا دي مبارح بتاخد منها اربعة ري اكشن. اللي سنيز عشان هي فيها البيض. والليبيز عشان الدهون اللي موجودة. والاكتوز. وفي نفس الوقت البروتياز. قال لك نوة لسه شرح لك بيقول لك ان فيه اي وبي وف. وفيه تايب سي ودي و اي. اي تايب سي دي يا دكتور? لسه شرح لك من قدام من شوية. لسه مفكرت بقول لك ان الكوليستريديم الكوليستريديم بوتولينيوم فيه انواع فيه انواع من اي لحد جي. اللي مهمة عندك اي و بي و اي. تمام? طيب فهو بيقول لك انهو دول اللي مهمين عندك اي و بي و اي هم المهمين اللي هم ليهم كلينيكال هنا اعمل لك تفريقة ما بين الاتنين اه مين بيدي بصف و مين بيدي اه اه بالنسبة لده وبالنسبة لده.